علاقات تاريخية ممتدة تصل إلى 115 عاماً تلك التي تجمع مصر برومانيا إلا أنها تميزت بزخم كبير خلال السنوات الماضية على صعيد التعاون المشترك في كافة المجالات فبعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013 بدأت مرحلة جديدة في علاقات البلدين حيث شهدت انطلاقة ملموسة ومتميزة استمرت في التصاعد حتى توجت في فبراير عام 2019 وذلك عندما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الروماني كلاوس يوهانس في شرم الشيخ على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى الرئيس الروماني أكد اعتزام بلاده المضي قدماً في جهود تطوير العلاقات الثنائية مع مصر بمختلف أنماطها كونها الشريكة التجارية الأولى لبلاده في المنطقة بالإضافة إلى الدور المصري المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا وأعقب هذا اللقاء في يونيو 2019 زيارة للرئيس السيسي إلى بوخارست حيث أكد في مؤتمر صحفي أن اللقاءات المتعددة مع رئيس رومانيا أكدت على فرص التعاون الواعدة بين البلدين ووجود آفاق لدفع العلاقات الثنائية معرباً عن تطلعه أن تحقق الزيارة نقلة إضافية لمسيرة التعاون كما أشاد يوهانس كذلك بالنجاحات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسي على صعيدي الأمن والاستقرار الداخلي وجهود التنمية المتمثلة في المشروعات القومية العملاقة والإصلاح الاقتصادي وكذلك فيما يخص وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط ومكافحة الإرهاب وعلى الصعيد الاقتصادي ترتبط مصر برومانيا بنحو أربعين اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من مجالات الاستثمار والمناطق الحرة والصناعات والملاحة والنقل البحري وغيرها كما تحتل رومانيا المرتبة الثانية والأربعين بين أهم الدول المستثمرة في مصر لتصل لنحو اثنين وستين مشروعاً استثمارياً وعلى الصعيد الديني يرتبط البلدان بروابط دينية وصلات قديمة بين الكنيستين الرومانية والمصرية منذ قرون عديدة إذن روابط سياسية واقتصادية ودينية تجمع مصر ورومانيا في وقت يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعدة